أخيرا دولة كرواتيا تعتمد رسميا في جنوبي 2023 اليورو كعملة رسمية نهائيا السلام عليكم ورحبا بكم في قناتكم عزوائلة هازو تزاير بعد 30 سنة عن انفصالها عن يوغوسلافيا أي في جوان 91 وبعد 10 سنوات منذ انضمامها الاتحاد الأوروبي أي منذ 2013 وبعدد سكان 4 ملايين نسمة ألغت كرواتيا الآن كل إجراءات الحدودية لحاملي جوازات السفر الأوروبية والتحقت بالغرب الأوروبي باعتماد عملة اليورو بعد نحو 50 سنة من الحكم الشيوعي البلاد كما أن كرواتيا مستفيدة كثيرا من دخول مطقة اليورو لاعتماد اقتصادها على السياحة لتشكل واحد على خمسة ناتج المحلي كما أن السياح سيرتاحون لأنهم لا يضطروا لصرف العملة ودول تكتل الاتحاد الأوروبي العضاء 27 كاملة هي البرتغال، فرنسا، أتشيك، بيجيكا، قبرص، إسبانيا، برغاريا، سلوفينيا، دنمارك، اليونان، ألمانيا، إستونيا، رومانيا، فنلندا، إيرلندا، السويد، إيطاليا، كرواتيا، وناتيفيا، ليتوانيا، ليكسونبور، مالطا، هولندا، النمسا، بولندا، سلوفاكيا، هونغاريا، أو المجر واليورو هو عملة مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2002 لكن هناك سبع دول أعضاء لم تعتمد اليورو بعد رسميا على أراضيها وباقية تعتمد على عملتها الوطنية فما هي هذه الدول السبعة؟ هذه الدول هي بولغاريا، رومانيا، دنمارك، جمهورية تشيك، المجر، بولندا، وسويد سلام خوتي شكرا